بعد منفذ البقع يأتي الدور على منفذ علب الحدودي التي تؤكد المصادر أنه بات في قبضة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لكن ماذا يعني التقدم في هذه المنافذ في ظل استمرار زحف الجيش الوطني في مهمته في الشمال الغربي من البلاد المعركة هنا تأخذ منحا آخر يتمثل في تقدم الجيش خطوات عملية في اتجاه محافظة صعدة بعد أن شهدت الساعات القليلة الماضية مواجهات عنيفة بين الميليشيا من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة ثانية مصادر في الجيش الوطني تحدثت أن معارك علب أوقعت قتلى وجرح في صفوف الجماعة الإنقلابية كما غنم الجيش أسلحة خلال المواجهات التي دارت في مواقع هامة سيطرة عليها وهو ما أكده وكيل محافظة صعدة وقائد محور علب يوسف دهباش مندبة وكرابة وغرب وسحاب وجبال الشيباني والسيولة هي المواقع التي تحدثت عنها المصادر هناك مصدر في اللواء الخامس قطاع منفذ علب أكد أن الجيش أيضا سيطر على جمرق علب ومساحة أخرى تقدر بنحو ستة كيلو مترات تمتد في سلسلة جبال باتجاه مديرية باقم وتأتي هذه السيطرة في ظل استمرار المعارك في محيط سلسلة منطقة مندبة الجبلية التي تعد أحد أبرز المواقع الاستراتيجية والذي يطل مباشرة على مديرية باقم إلى الشمال الغربي من محافظة صعدة بالسيطرة على هذه المواقع تكون قوة الجيش أضافت تقدما جديدا إلى رصيدها في الطريق إلى صعدة وهو ما سيسهم في تضييق الخناق على الجماعة الإنقلابية في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة